في مسح خاص لسي أم بي سي عربية الأرباح الفصلية عن الربع الأول من العام الجاري 2024 للبنوك العمانية تنمو بنسبة 17 في المئة فما أبرز ما حملته البيانات المالية للبنوك العمانية بداية الأرباح الصفية التي نمت بنسبة 17 في المئة وصولا إلى 125 مليون ريال عماني وذلك من 106 ملايين ريال لكن ماذا عن الإرادات وكيف دعمت هذا النمو في الأرباح بشكل عام إجمال الإرادات بالربع الأول نمى بنسبة 12 في المئة وصولا إلى 338 مليون ريال وذلك ارتفاعا من 300 مليون ريال عن العام 2023 لكن كيف توزعت هذه النتائج وهذه الأرباح على مختلف مكونات القطاع المصرفي العماني بداية لدينا بنك الصحار استحوذ على 89 في المئة من هذه النتائج عند 25 مليون ريال البنك الوطني العماني بـ 8 في المئة عند 15 مليون ونصف المليون ريال وكذلك بنك مسقط مستحوذ على 6 في المئة عند 54 مليون ريال في بقية النتائج الخاصة بهذا القطاع البنك الأهلي بـ 3 في المئة عند 8 ملايين و600 ألف ريال عماني ولدينا بنك ظفار مرتفع نتائجه بـ 8 في المئة عند 10 مليون و800 ألف ريال طبعا في باقي توزيعات الأصول الخاصة بالبنوك العمانية كانت قد نمت هذه الأصول بنسبة 13 في المئة وصولا إلى أرقام جديدة عند الـ 40 مليون ريال وذلك النمو كان من 35 مليون ريال والتي سجلتها في العام 2023 في بقية مكونات المركز المالي للبنوك بشكل عام لدينا الودائع نمت تقريبا بـ 21 في المئة وصولا إلى 29 مليار و700 مليون ريال بنهاية الربع الأول وكذلك التمويلات نمت بـ 7 في المئة عند 28 مليار و700 مليون ريال تقريبا نسبة القروض إلى الودائع عند الـ 96 في المئة عديد من البيانات كانت تخص البنوك بشكل عام تقريبا هنا عدنا أو من ذلك تستكمل الاستحواذ على حصة في بنك مسقط الحصة تقدر بـ 15 في المئة وبقية الأحداث المتعلقة بالاستحواذات بشكل عام للبنوك العمانية خاصة ما يتعلق في العلاقات مع السوق السعودي بنك سحار يعلن عن بدء عمليات التشغيل التجاري لفرعه في السعودية إذن في مسح خاص لـ CMBC عربية أرباح البنوك العمانية تنمو بنسبة 17% عن الربع الأول من العام الجاري